موسيقى أهلا بكم إلى المسائية نبدأها بالعنوين مع أميرنا الهن مساء الخير في عنوين المسائية أعلنكم اليوم شهداء ساحة الشرف لبنان يودع شهداءه تكريم رسمي في اليرزة وتحية في رياض الصلح وتشييع شعبي في بلداتهم المجلس الأعلى للدفاع يشدد لتفادي أي عمال إرهابية أو انتقامية المجلس الأعلى للدفاع يشدد على أن التحقيق في حوادث عرسال سيتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي البحرين تتهم الدوحة بتصعيد الوضع عسكرياً وترامب يؤكد لأميري قطر أهمية تعهدات كمة الرياض الأنتي فيروس فيش العملية قرصة إلكترونية وبأحسن أحواله فيه يوقف فاكر عن خرق معلوماتك وحسباتك بس ما بحياته الأنتي فيروس قدر يوقف شبكي وراء الجرائم الإلكترونية أمنك الشخصي فيك تعمل بس الأمن العام؟ الأمن العام هو بيعمل اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام وتسهم بتحسين الأمن وتطوير الإدارة الصورة بين اليرزي حيث مقر وزارة الدفاع ووسط بيروت حيث خيام الأهالي وجبل لبنان والبقاع والشمال حيث احتضن التراب جثامين العسكريين الشهداء الصورة هذه كانت أبلغ من كل الكلام الذي سطرته عيون الأمهات ووجوه الأطفال وحزن الرجال مواكب أعراس الشهداء ملأت لبنان فاختلط أبيض العزة والكرامة وأحمر الدم بأسود الحزن والغضب وأهل الشهداء العسكريين وعائلاتهم طالبوا بالعدالة والمحاسبة والرؤساء الثلاثة ودعوا الشهداء من اليرزي بحضور وزير الدفاع وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والأهالي وسط مراسم تكريمية عسكرية ورسمية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قال إن دماءهم أمانة في عنقنا حتى جلاء الحقيقة ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أكد أن لا خلفيات انتقامية أو كيدية للتحقيق بل هدفه معرفة حقيقة ما حصل في تلك الفترة ومن غير الجائز استباق نتائجه وتوجيه اتهامات من هنا وهناك واستغلال ذلك في السياسة وعبر وسائل الأعلام دفن الشهداء وبزغ فجر الدولة التي بدى واضحا أن اللبنانيين يتقون إليها ويستشهد أبناؤها دفاعا عنها تحت راية علمها وفي صفوف قواتها الشرعية المخولة حصرا الدفاع عن حدودها وسيادتها وأمنها واستقرارها إذن ودع اللبنانيون شهداءهم في مشهد مهيب رسم الحزن واللوعة في قرى وبلدات البقاع والشمال والشوف على الأكتاف حملت النعوش التي غطيت بالعلم اللبناني والورود على وقع عسف موسيقى الموت وزغاريد النسوة وحرقة الرجال موسيقى ثلاث سنوات لم يفترقوا لحظة واحدة حتى لحظة استشهادهم بقيوا معا واليوم حان وقت الفراق موسيقى على طريق المريجيت حيث بلدة الرائد الشهيد بير مشعلاني توقف موكب العسكريين الشهداء فهنا الواجع واحد والحزن واحد موسيقى كان يتمنى حسين يوسف أن يرفع هو ابنه حيا على أكتافه لكن يد الإرهاب خطفته منه فرفع هو إلى جانب نعش ابنه الشهيد الذي عاد اليوم للمرة الأخيرة إلى بلدته حيث ورية ثرى لحظات صعبة عاشتها البلدة ورفاق سلاح يوسف الذين غلبتهم الدموع موسيقى لا كلمات تصف هذا المشهد حتى اللحظة الأخيرة أصر ابن الشهيد على المصر أن يكون مع والده فحضن نعشه ورفض أن يتركه حتى دفنه هنا في الفيض حيث شاءت والدة الشهيد عباس مدلج أن تستقبله عريسا فكان ما أرادت بالورد الأبيض والدموع بدل الزغريد وصل نعش الشهيد عباس ليدفن في نفس يوم ميلاده لا تزال شقيقة الشهيد سيف ذبيان تعد الأيام لا تصدق أن كل لحظات الانتظار وصلت إلى هذه النهاية فيما كان ابن سيف يبكي ويبحث بين كل هذه الوجوه عن والده الشهيد بلدة الفنيدق العكارية كان لها الحصة الأكبر شهدان من أبنائها هما خالد مقبل حسن وحسن عمار محمولان على الأكوف طافا حول نصب شهداء الجيش في العبد قبل أن يصل إلى مسقة رأسهما حيث انتظرت العائلتان وصول الشهدين للوداع الأخير إلى عسق في الضنية عاد الجندي الشهيد يحيى خضر وبعد ثلاث سنوات من الغموض بشأن مصيره استعادت عائلته جثمانه لتواريه الثرى كما يليق به على مداخل بلدة اللو البقاعية تجمع الأهالي لاستقبال شهيدهم العسكري مصطفى وهبي الذي عاد محمولا على أكتاف محبيه وتكريما له بعد استشهاده وزيح الستار عن اسم الشارع باسم الشهيد إبراهيم مغيط في بلدته القلمون التي وصل إليها شهيدا وكان في انتظاره عائلته وفي مقدمهم شقيقه نظام الذي لم يترك خيمة رياض الصلح لحظة واحدة خلال ثلاث سنوات أما بلدة شمصطار البقاعية فقد استقبلت شهيدها العسكرية على الحشحسن إلا أن العائلة قررت أن تؤجل الدفن إلى يوم السبت حال الحزن انسحب على وزارة الدفاع حيث أقيمت مراسم التشيع الرسمي للعسكريين الشهداء العشرة بحضور رؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية ميشيل عون تعهد للأهالي أن دماء أبنائهم أمانة حتى تنجلي كل الحقائق تقرير ربيع شنطف هي لقطات تروي ما يختلج في صدور أهالي العسكريين الشهداء الذين زفوا في وزارة الدفاع الحزن الممزوج بالفخر لف أرجاء الاحتفال الرسمي الذي أقامته قيادة الجيش في اليرزي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وصل تلاه رئيس مجلس نواب نبيه برري وهنا قصد والد الشهيد محمد يوسف حسين يوسف الرئيس الحريري مستحبا معه حفيده نجل الشهيد وكان لقاءه مؤثرا النشيد الوطني عزف بتزامن مع وصول رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي قلد الشهداء أوسمة أسماها بأوسمة المحبة والشكر من جميع اللبنانيين إليكم يا أفراد عائلات هؤلاء الأبطال وقد رفقناكم بصبركم وإيمانكم وسهركم وألامكم أقول أن تعزيتكم واجب وهي لا تكفي بل عهدي لكم أن دماء أبنائكم أمانة لدينا حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها وجلاء كل الحقائق مصلحة الوطن والشعب والسعي لبناء وطن عصري منفتح وسريح بتنوع أبنائه وغنى حضارته تحقيقا لأحلام شبابنا الذين كفروا بالانقسامات والترشق السياسي والمشاكل المتوالثة من جيل إلى جيل أيها العسكريون الشهداء أعلنكم اليوم شهداء ساحة الشرف وفي الاحتفال الذي شارك فيه العسكريون المحررون من النصر وأهليهم كلمة لقائد الجيش العماد جوزيف عون أكد فيها دعم الرؤساء الثلاثة للجيش حتى تمكن من إتمام النصر لن ننسى ولن يسعى عن بالنا خلايا الإرهاب السرطانية النائمة التي قد تسعى إلى الانتقام لهزيمتها وتردها بمختلف الأسليب وفي مقدمها أسلوب الذئاب المنفردة وهذا يتطلب مننا البقاء متيقزين وحاضرين للتصد لها والقضاء عليها عائلات الشهداء العزاء أبناؤكم الشهداء وشركاء وساسيون في صنع النصر والفخر إنهم أصبحوا أيقونة التحرير ودحر الإرهاب والفخر إنهم سكنوا قلوب اللبنانيين جميعا فبتضحياتهم خضنا فجر الجرود وتوحد اللبنانيون حول الجيش وقدسية مهمته فكانت معركة شريفة ونظيفة وبطولية لنتذكر شهداءنا لن ننساهم أبدا وفي الختام صافح رئيس عون أهالي العسكريين الشهداء الذين نقلت نعوشهم من المستشفى العسكري في بيروت باتجاه ساحة العلم هي لحظات مؤثرة وحزينة في وزارة الدفاع لحظات تستحضر ثلاث سنوات من الانتظار الثقيل وتنبئ بحرقة دائمة للأهالي وأيضا من اليرزي إلى ساحة رياض الصلح حضر موكب جثامين الشهداء وأهليهم في نظرة وداع لخيام الاعتصام التي احتضنت قضيتهم على مدى ثلاث سنوات تقرير ناهد يوسف في داخل كل سيارة عريس زفة بحزن وغضب هم أبطال الوطن أبطال يفتخر بهم لبنان كافتخار عائلاتهم بهم بالزغريد والتصفيق ونثر الأرز والورود تم استقبالهم مروا من أمام الخيام التي صرخت باسمهم مودعين خيام سكنتها أحزان أهاليهم الذين رافقوا جثامين أبنائهم في هذا الموكب المهيب وفي ساحة رياض الصلح حضر العسكريون المحررون الذين كانوا مختطفين لدى جبهة النصرة حضروا ليودعوا رفاق المؤسسة العسكرية ورفاق الأسر كما حضرت عائلاتهم للوقوف مع شركائهم في الخيمة وشركائهم في المصاب الأليم نحن أولا نهار كأهالي هون اعتبرنا أنه عنا ملفين مؤسومين نحن من الأساس أولادنا أن أسروا بنفس اللحظة وبنفس الثانية كرميل هيك وقتها تحرر خيي ما حسيت الفرحة كاملة وما قدرت انبسط بتحريره لأنه كان عندي غصة كتير كبيرة كنت حابة بشوف جامعة أكبر من هيك لأنه هيدا عزة مش لعائلة وحدي أو لعشر عيال أو لحزب معين هيدا العزة للبنان كله سوا للوطن لأنه هيدا ليد مؤسسة عسكرية وكلمي بقولة يعني مختصرة أنه كنا متل ما نحن حبين متل ما نحن رجعنا لبين أهلنا وفرحوا فينا كنا حبين وعننا أمل أنه يرجعوا الشباب لبين أهل وأن تكون فرحتهم متفرحتنا أول شي بدي أقول لها شاهدة أنه أنا جاي كنت بدي أستقبلهم يكون أحياء معنا للأسف جاي بورد ورز ترش عليهم هنو ميتين بس نحن بنفتخر بشاهداتهم هوا إخواتنا مثل ما هني ولادهم هني ولادنا وهني إخواتنا وبكل أسف أنه وصلنا لها النتيجة ونسطلهم من بعض الطريقة هاي كما حضر أهالي شهداء الجيش اللبناني لاستقبال الجثامين هم من شربوا من كأس الاستشهاد المرة أتوا متضامنين نحن منشد عيدهم ومنقولهم الله يقويكم وتعرفوا الحقيقة من أولى لآخرة حتى ني تاخدوا حق أولادكم وتحسوا حق أولادنا نحن كمان الدموع واللحظات الصعبة لم تتحملها والدة الشهيد محمد ظاهر الذي استشهد في المعركة التي أسر خلالها العسكريون أصيبت بالإغماء وعملت دفاع المدنية على إنعاشها روحوا على الجنة يا حاب الله يتاجر فيه النتيجة روفية الله يقتلوا اللي قتلوهم الله يطلوا متمرت يا رب يا رب يا رب يا رب يا إم يا إم لاي عليهم يا حسن يا إم لاي على الشبيب مثلك هوا راحوا يا إم أنت مثلهم يا إم راحوا وبعد الاستقبال المهيب لحق الأهالي المتواجدون في الساحة بالموكب ليشاركوا بتشيع الجثمين في قرىهم ثلاث سنوات مرت على هذه الخيمة غادرها أهلها لكنها باقية كشاهدة على دموع نزفها كل الوطن من ساحة رياض الصلح ناهد يوسف تلفزيون مستقبل وسط هذه الأجواء عممت قيادة الجيش نبذة عن العسكريين الشهداء مشيرة إلى أنهم حائزون على أوسمة عدة بينها وسام مكافحة الإرهاب في الثاني والعشرين من تموز عام واحد وثمانين ولد المعاون أول الشهيد إبراهيم سمير مغايت في القلمون طرابلس وهو متأهل ولديه ثلاثة أولاد تطوع في الجيش في الثالث من تشرين الثاني عام الفين وحزى على تنويه قائد الجيش خمس مرات العريف أول الشهيد علي زيد المصري من موليد ست حزيران عام ثلاثة وثمانين حور تعلب على بك متأهل ولديه خمسة أولاد نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 4 إلول 2006 العريف أول الشهيد مصطفى علي وهبي من موليد واحد كانون الثاني 79 اللبوي بعلبك متأهل ومن دون أولاد نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 4 خمسة 2010 الجندي أول الشهيد سيف حسن ذبيان من موليد 23 نيسان 77 الكحلوني الشوف متأهل وله ولدا نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 27 كانون الأول 2008 الجندي أول الشهيد محمد حسين يوسف من موليد 22 تموز 85 مدوخة البقاع الغربي متأهل وله ولد واحد نقل للخدمة الفعلية بتاريخ 4-5-2010 الجندي الشهيد خالد مقبل حسن من موليد 3 أيار 89 فنايدوك عكار متأهل وله ولدان نقل للخدمة الفعلية بتاريخ 28-4-2014 الجندي الشهيد حسين محمود عمار من موليد 10 إلول 91 فنايدوك عكار عازب نقل للخدمة الفعلية بتاريخ 28-4-2014 الجندي الشهيد علي يوسف الحاج حسن من موليد 5-090 شمستار بعلبك عازب نقل للخدمة الفعلية بتاريخ 28-4-2014 الجندي الشهيد عباس علي مدلج من موليد 7 شباط 1994 الحرفوش بعلبك عازب نقل للخدمة الفعلية بتاريخ 28-4-2014 الجندي الشهيد يحيى محمد علي خضر من موليد 19-1-93 عزقى الدنية عازب نقل للخدمة الفعلية بتاريخ 27-7-2015 وفي موازات التشييع الرسمي والشعبي لشهداء انعقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدة وانتهى بإصدار مقرارات أبرزها التصدي للأعمال الإجرامية والإرهابية وتشديد على أن التحقيق في حوادث عرسال سيتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي تقرير شهير إدريس ما إن انتهت مراسم تكريم العسكريين الشهداء في وزارة الدفاع عاد رئيس الجمهورية مشالعون إلى قصر بعبدة ليترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي استهل بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح جهداء الجيش واستحوذ موضوع التحقيقات بشأن ما حصل في عرسال عام 2014 على وقت كبير من الاجتماع لأن هذا الأمر يريح قلوب أهالي العسكريين الشهداء الذين من حقهم أن يعرفوا كيف ولماذا استشهد أبناءهم رئيس الجمهورية نوه بإنجازات الجيش وشدد على ضرورة عدم مقاربة ما حصل من زاوية سياسية لسيما وأن بعض ما قيل خلال مرحلة التحرير وما بعدها كانت له أبعادا سياسية بقصد التقليل من أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش مؤكدا أن التحقيقات التي ستجري هدفها وضع حد لما يصدر من مواقف واجتهادات وتحليلات لسيما وأن التحقيق سوف يحدد المسؤوليات وفقا للأصول وأشار الرئيس عون إلى أن القضاء سوف يأخذ مجراه كي لا يدان بريء أو يبرأ متهم بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير على أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش وقال لقد انتصرنا لكن من المؤسف أننا لا نعرف كيف نتفق على هذا الانتصار وكأن البعض كان يريدنا أن نخسر واعتبر أن التحقيق الذي طلب الرئيس عون إجراءه لا خلفيات انتقامية أو كيدية له بل يهدف إلى معرفة حقيقة ما حصل في تلك الفترة لافتا إلى أنه من غير الجائز استباق نتائجه وتوجيه اتهامات من هنا وهناك واستغلال ذلك في السياسة وعبر وسائل الإعلام وشدد الرئيس الحرير على ضرورة قيام المؤسسات الأمنية بواجبها في حماية الوطن وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك مثنيا على ما قام به وزير الدفاع وقائد الجيش والضباط والعسكريين وقال من حق اللبنانيين أن يرفعوا رأسهم عاليا فيما حققه جيشهم والانحناء أمام تضحيات شهدائهم وما حصل اليوم من تكريم لجثمين هؤلاء هو محطة وفاء وإكبار والمطلوب اليوم لالتفاف حول الجيش ودعمه والتضامن معه وتداول المجتمعون في جملة قضايا تتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد وكيفية حماية الحدود عقب استرجاعها من أيدي الإرهابيين إضافة إلى وضع المخيمات والخلايا الإرهابية النائمة والخرق الإسرائيلي بقصف مناطق في سوريا من لبنان والذي اعتبر لأول مرة بغير المسبوق وتم تكليف قيادة الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لانتشار أفواج الحدود البرية ورفع الاقتراحات لتأمين جميع المستلزمات العسكرية واللوجستية بأقرب وقت ممكن كما تم عرض الأوضاع الأمنية وعطيت التوجيهات للأجهزة الأمنية للبقاء على الجهوزية المطلوبة لتفادي أي عمال إرهابية أو انتقامية تزعزى الاستقرار العام وتم تكليف وزير الخارجية والمغتربين تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بسبب خرق واستعمال العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية وأعطى الرئيس عون والرئيس الحريري توجيهات اللازمة لوزيري الدفاع والداخلية للتقيد بالمعايير عند رفع طلبات تطويع تلامذة ضباط إلى مجلس الوزراء واحترام الكفاءة والأنظمة المرعية للإجراء عند وضع جداول الترقية الدورية للضباط وتزامنا مع مراسم تشيع الشهداء العسكريين وعملا بالمذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتي أعلنت الحداد العام نكست الأعلام على المؤسسات والمقارات الرسمية من القصر الجمهوري في بعبدة والسرائي الحكومي ومجلس النواب كما شاركت بعض السفارات ومنها الأمريكية والبريطانية والفرنسية في يوم الحداد الوطني ونكست أعلامها تضامنا مع لبنان وعسكريه الشهداء كما توقف العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة وأغلقت المحال التجارية وفي صيدة عم الحداد والأقفال العام المدينة ومحيطها وأعلنت بلدية الصيدة وبلديات المنطقة تنكيس الأعلام والحداد العام إجلالا لأرواح الشهداء وتضامنا مع عائلتهم علق الرئيس تمام سلام على كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون داعيا لرفع السرية عن محاضر جلسة مجلس الوزراء في حينه وقال من حق اللبنانيين معرفة من أيد التفاوض مع الإرهابيين الخاطفين ولماذا ومن رفضه ولماذا تعليقا على كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي اعتبر أن وقوع العسكريين الشهداء في يد الجماعات الإرهابية في ذلك اليوم المشؤوم جرى في ظل غموض مواقف المسؤولين أكد الرئيس تمام سلام أن موقف حكومة المصلحة الوطنية التي عايشت الفراغ الرئاسي لم يكن غامضا بل واضحا وضوح الشمس وهو وجوب العمل على تحرير العسكريين مع الحرص على الأرواح في بلدة عرسال واعتبر سلاما الغموضة التي تحدث عنه فخامة الرئيس إنما يصح لوصف مواقف وأدوار القوى السياسية التي عرقلت دورة الحياة على مدى ثلاث سنوات والتي تحلل اليوم ما كانت تحرمه بالأمس وتابع سلام أضم صوتي إلى عون لضرورة جلاء كل الحقيقة داعيا لفتح التحقيق على مصرعيه ورفع السرية عن محاضر جلسات الحكومة ليتسنى لللبنانيين وفي مقدمتهم عائلات الشهداء الاطلاع عليها ومعرفة مواقف من يتاجر اليوم بأرواح الشهداء ومن أيد التفاوض مع الإرهابيين ومن رفض ولماذا ومن أحبط مساعي هيئة العلماء المسلمين وغيرها ولماذا وأوضح سلام أن الأجواء السلبية المفتعلة في تلك المرحلة لم تؤثر على القوى العسكرية والأمنية في معركتها ضد الإرهاب داعيا اللبنانيين إلى تمتين وحدتهم ونبذ المصالح للارتقاء إلى مستوى ما قدمه العسكريون الشهداء إلى ذلك ذكرت هيئة علماء المسلمين ذكرت الهيئة بعملية استهداف موكبها وإصابة رئيسها وشلل أحد أعضائها خلال مفاوضات تحرير العسكريين وذكرت الهيئة في بيان لها بأن دورها توقف عندما تقاطع موقف حزب إيران الرافض للتفاوض مع موقف داعش الرافض لدوره وأكدت الهيئة أن من عرقل التفاوض بالرصاص والدم وفبركة التهم بدءا من استهداف موكبها وصولا إلى اغتيال أحمد الفليطي هو الذي أمن فرار القتل بباصات مكيفة وشددت على طلب رئيس الجمهورية فتح تحقيق شفاف ومهني في هذه الجريمة الموصوفة انطلاقا من التحقيق مع قيادة الحزب وفريقه الحكومي الذين يتحملون المسئولية الأساسية عن الدماء وأعباء المادية والمعنوية التي لحقت بالعسكريين وذويهم وبالمؤسسة العسكرية وبالوطن بأسره مشيرة إلى أن في جعبتها ما يكفي لضحض أي افتراءات وأضاليل غرد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان عبر موقع تويتر قائلا إن الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وابنها البكر حزب الشيطان وكما تعامل العالم مع داعش لا بد من التعامل مع منابعه شعوبنا بحاجة للسلام وللأمن تتابعونا بعد هذا الفاصل فرنسا ترفض الربط بين رحيل الأسد وإطلاق العملية السياسية في سوريا وزهراء مريخي أمينة عامة جديدة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أهلا بكم من جديد أكدت البحرين أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لم ولن تسعى لأي تهديد عسكري متهمة الدوحة بتصعيد الوضع عسكريا أما الخارجية القطرية فاعتبرت أن القول بموافقة قطر على المطالب الثلاثة عشر هو اشتزاء لتصريحة أمير الكويت الذي أكد عدم قبول المطالب التي تمس السيادة تزامنا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأميري قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أهمية الالتزام بمقرارات قمة الرياض بعد ساعات على تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من واشنطن أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لم ولن تسعى لتهديد قطر عسكريا إلا أنها لن تسمح لأي طرف كبر أو صغر شأنه بتهديد أمن شعوبها واستقرارها وفي سلسلة تغريدات على موقع تويتر قال إن أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة وهو يعلم أن التصعيد العسكري لم يأتي من الدول التي قاطعت قطر وتابع وزير خارجية البحرين ما أن انتهى أمير الكويت من مؤتمره الصحفي حتى رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي مطارب الدول داعية لمكافحة الإرهاب مضيفا أنه فيما أوصدت دولنا أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر فتحت هي أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أكدت أن الحوار بشأن تنفيذ قطر للمطالب الثلاثة عشر يجب أن لا تسبقه أي شروط مبدية أسفها لما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة الكويتية بوقف التدخل العسكري لأن هذا الخيار غير مطروح إطلاقا دولة الكويت أعربت عن تقديرها لبيان الربعي العربي والذي يعقس الحرص على إنهاء الخلاف مؤكدة موقفها المبدئي الهدف إلى التهديئة بدلا من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلا من القطيع وسط هذه الأجواء وبعد ساعات على القمة التي جمعته في البيت الأبيض مع أمير الكويت أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني شدد خلاله على أهمية تعهدات قمة الرياض للحفاظ على الوحدة وهزيمة الإرهاب في الوقت نفسه ووقف التمويل للجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف وعلى هامش زيارة أمير الكويت إلى واشنطن استقبل وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون نظيره الكويتي شيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأكد أمامه أن الولايات المتحدة تواصل مساعدة الكويت في حل الأزمة الخليجية أضاف تيلرسون أن البلدين تفقى على تعزيز التعاون الأمني بينهما وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الجولة السابعة من محادثات أستانا ستعقد في الثالث عشر والخامس عشر من أيلول الجاري وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جانئيف لودريان في موسكو أضاف لافروف أن بلاده تسعى لحوار مباشر وشامل بين المعارضة والنظام في جناف وتريد ضم إدلب في القريب العاجل إلى مناطق خفض التوتر من جانبه دعا لودريان إلى وقف استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وقطع الدعم عن الإرهابيين معتبرا أن المطالبة برحيل رئيس النظام بشار الأسد لا يجوز أن تكون شرطا لإطلاق العمليات السياسية هذا وطالبت فرنسا منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون في نيسان الماضي والذي أكد تقرير للأمم المتحدة ضلوع النظام فيه في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى نحو أربعين من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية روسية بالقرب من مدينة دير الزور شرق سوريا ومن بين القتلى أبو محمد الشمالي الذي يشرف على المقاتلين الأجانب في التنظيم وغول مراد حليموف الذي كان وزير الحرب في التنظيم الإرهابي انتخبت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة خلال مؤتمرها العام زهراء مريخي عفوا أمينة عامة جديدة لها مريخي أكدت بعد انتخابها التزامها بحمل هذه المسئولية الجسيمة وشددت على عزمها استنفار كل طاقاتها وطاقات المنظمة لتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران كما شددت على أن منظمة مجاهدي خلق باتت اليوم في أهوبة الاستعداد لإسقاط النظام الإيراني أكثر من أي وقت آخر بعد الفاصل الأمم المتحدة ترجح أن يتجاوز عدد الضحايا في ميامار الألف قتيل وقتل والسنامي في زلزال عنيف ضرب جنوب المكسيك أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميامار أن عدد ضحايا أعمال العنف في ولاية راخين قد يتجاوز ألف قتيل أي أكثر من الأرقام الحكومية بمرتين وأضافت أن القتل من الجانبين ولكن غالبيتهم من أقلية الروهينغا المسلمة وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها حيال الأزمة في ميامار وحدت السلطات وحدت السلطات على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم راخين المعروف أيضا باسمه القديم أراكان في المكسيك قتل 32 شخصا على الأقل في زلزال عنيف قبالة السواحل الجنوبية للبلاد بلغت قوته ثماني درجات على مقياس رختر وتلته موجة مد بحرية تسنامي سكان المكسيك عاشوا لحظات مرعبة خلال الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد بقوة وصلت إلى ثماني درجات على مقياس رختر المباني مدمرة تقريبا التيار الكهربائي انقطعا أحياء عدة كبرى في العاصمة وتهشمت النوافذ في مطار مكسيكو سيتي ألف السكان هرعوا إلى شوارع بملابس النوم فيما دوت سفارات الإنذار الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا أعلن أن سلطات لم تتمكن حتى الآن من تقدير الخسائر المادية التي خلفها الزلزال واصفا إياه بالأقوى خلال الأعوام المئة الأخيرة كما أكد بينيا أن الخبراء يبذلون قصار جهدهم لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المنكوبة وزير داخلية المكسيكي أعلن أن عددا من القتلى سقطوا جراء الزلزال الذي شعر به أيضا سكان جواتيمالا المجاورة الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب المكسيك أطبع بموجات مد بحرية تسونامي وذكر مركز التحذير المعني بموجات تسونامي في المحيط الهادئ أنه رصد موجات مد لكن لم يصدر أي تحذير بالنسبة لجزيرتين ساموا وهوايل أمريكيتين الفلبين التي تبعد نحو 14 ألف كيلومتر وضعت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السحل الشرقي بأكمل في البلاد في حالة تأهب تحسبا لحدوث أمواج مد من جهتها أشرت الهيئة الأمريكية إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 123 كيلومترا جنوب غرب مدينة بيجي جيابان وعلى عمق 33 كيلومترا يشار إلى أن المكسيك تقع على نقطة التقاء لخمس طبقات زلزالية تشهد نشاطا كبيرا ففي العام 1985 دمر الزلزال المشابه لهذا الزلزال جزءا كبيرا من العاصمة وأسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل أجلت السلطات الكوبية عشرة آلاف سائح من منتجعتها السحلية ورفعت انذار الكوارث إلى أقصى درجاته مع اقتراب الإعصار إيرما بسرعة كبيرة من كوبا أكبر جزر منطقة البحر الكاريبي من جهتها أمرت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية بإجلاء مئات الآلاف من السكان استعدادا لاستقبال الإعصار إيرما الذي تراجعت حدته إلى الدرجة الرابعة وأدى حتى الآن إلى مقتل 12 شخصا صفحة الأحوال الجوية مع لارا مونيف مصور تقس صيفة حارع بسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرق للبحر الأبيض المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع كيف رح يكفي تقس لبنان رح نعرف بعد جولة سريعة على بعض العواصم العربية ورح بلش من الرباط مع 24 درجة 35 بدون 36 درجة بالقاهرة القدس 32-38 بعمان 41 درجة بالمنامة الكويت 44-41 بالدوحة وبيختم مع رياض مع 42 درجة برجع لطاقس لبنان لبكرة سبب طاقسنا صافي إجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وبالمناطق الداخلية وممكن نشهد ريح ناشطة أحيانا على الساحل البكرة الحرارة عم تتراوح بين 23 و 33 درجة بالجبل بتصل أقصها للـ 31 أما بالداخل نتبع ومتوفه فالحرارة عم تصل للـ 38 درجة أقصها تفاصيل أكتر من روح الخليطة اللبنانية ورح بلش من المناطق الشمالية عكار 32-33 بترابلوس 32 درجة بالكورة 29 بالأرز الهرمل 33-31 بالقاهرة 34 ببعلبك 33 درجة بيري بنتقل عجبال مع 30 درجة 29 بميروبة 31 بجونية وبعبدة بيروت 31 درجة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة زحلة 38-37 بشتورة 36 بعنجر 32 درجة بمشغرة الحرارة فوق معدلات الموسمية جزين وامر جيون 32 درجة 31 ببنتجبال 29 درجة بيراشية بيت الزين 29 والمناطق الجنوبية صيدة صور وقانة مع 32 درجة إذن كيف رح يكون طقس الويك أند حيكون حار ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية لبكرة الحرارة عم تتروح بين الـ 25 والـ 31 درجة وبكف الطقس عن الشكل النهار الأحد والتنين مع 31 درجة أقصها الحرارة بمنطقة الأرز عم تتروح بين الـ 17 والـ 29 درجة لهون بتخلص النشرة الجوية وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس بس أكيد بنفس الوقت وفي دي ان اي بعد النشرة يتناول نديم الطيش حملة الأكاذيب التي رافقت استعادة جثمين شهداء الجيش اللبناني وقبل ذلك تذكير بعنوين المسائي أعلنكم اليوم شهداء ساحة الشرف لبنان يودع شهداءه تكريم رسمي في اليرزي تحية في رياض الصلح تشيع شعبي في بلداتنا للبقاء على الجهوزية المطلوبة لتفادي أي عمال إرهابية أو انتقامية والمجلس الأعلى للدفاع يشدد على أن التحقيق في حوادث عرسال سيتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي البحرين تتهم الدوحة بتصعيد الوضع عسكريا ترامب يؤكد لأمير قطر أهمية تعهدات قمة الرياض نهاية النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء